بالنسبة إليهم تمرين الانتخابات الشرعية ليس فقط من أجل بناء واجهة جديدة بكاشيريس وفرامجية ومرتزقة جديدة وأعطاء الانطباع للعالم والداخل والخارج أن عندنا برلمان ليس هذا فقط لكن أخطر من هذا أنه لازم لهم هذا البرلمان لأن دستورهم تعالي استعمار هذا يقول لاجب موافقة الثلثين من البرلمان أي من مجلس الشعبي الوطني ومجلس السيناء كما يسمونهم هاوا على الهلع إذا استطاع الشعب الجزائري إسقاط هذه الانتخابات فسيسقط تسقط هذه المادة من الدستور لن يستطيعوا لأن في نهاية المطاف لما كانت هناك الضغوطات عليهم أنا من العام الماضي وأنا نتكلم هذا الوقت لعام الماضي أو قبل وتكلمت على هذه القضايا في البداية كانوا بعض إخواننا قالوا لا لا بلك هذا موضوع مبالغ مثلا سترون الدستور هذا سترون فيه أهم شيء هو إرسال جيش جزائري إلى الخارج إذن إذا أسقطنا هذه إذا أسقطنا هذه الانتخابات هذه المادة الأخرى المادة الأخرى هي واش تقول يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ السلام يعني اللي قرر الرسال جيش جزائري على حسابهم هما الأمم المتحدة جامعة العبرية والاتحاد الأفريقي مسخرى مسخرى ونحن نعرف هذا الأجهزة في ثلاثة هي خاضعة للخمسة الكبار في مجلس الأمن خاصة للأمريكيين الفرنسيين خاصة لهم ها هي إذن ها هو ستيك كما يسمى بالإنجليزية ها هو لونجو ها هو الرهام وهو أن خروج الشعب بقوة غدا في مختلف المدن سيضعف بشدة موضوع الانتخابات وربما يلطح بها وهناك داخل النظام الجزائري من يعتقد أن هذه الانتخابات لن تتم ومن يعتقد أن التبون أصبح فارده أصبح مشكلة أصبح مصيبة وهناك رأي الآن صحيح هم أقلية هذون اللي عندهم هذا الرأي لكن يعتقدون من أنه يجب الاستماع للشعب ما زالوا أقلية ما زال كلامهم غير بيناتهم خمسة أو ستة من ناس بيدون من قد نتحدث به تفاصيل أكثر لأنه مؤتمن عليها لكن كاين رأي الآن يقول تبون كارثة تصرفاته كارثة خطاباته كارثة سياساته كارثة هاي مثلا سياسة سيارات قبل تسعة شهور عشر شهور كان فيها سياسة ومنع ومن يشعق هاو الآن عاود وبدلوا كل شيء هذا موضوع رح نحدثكم عليه برات القادمة العبث يدلك سياسة هنا ويعاود يتراجع عليها يدلك قرار هنا ويعاود يتراجع عليها يدلك قرار هنا ويعاكس وقرار آخر قانون آخر مو عاكس لأن كل التعليمات تحت تليفون إذن تبون بالنسبة إليهم أصبح بالفعل مصيبة كارثة إذن كاين رأي يقول خلونا نسمع الشعب ونصله إلى حلول معينة وتكون هناك انتخابات رئاسية طبعا هم ماذا بهم يبقوا مشاركين في صناعتها ونأجلوا هذه الانتخابات البرلمانية لكن الصحب الوكالة الراعي الخارجي في سبونسر اللي في باريس وفي واشنطن يقولوا لا أنا نحتاج الجيش الجزائري بعد 12 جوان نحتاج الجيش الجزائري أنا لا أستطيع أن يبقوا الفرنسيين خاصة الفرنسيين يراهم يهبلوا كالي يراهم ينتحروا كالي يراهم يموتوا في المالي وفي النيجو وما جوارهما خاصة مع مشكلة تشاد الآن أيضا أنا لا أستطيع أنا راني ندعم فيك وراني مسكت عليك المنظمات الدولية وراني مسكت عليك الإعلام وراني مسكت عليك عدة جهات ما هوش باش تبقى أنا يبقى الجيش انتاعي ثم أنت جيشك ما زال ما خرجتليش كل مرة تجيبلي في سبا الآن راوكين في الدستور دير البرلمان انتاعك هذا ودير لي الموافقة وبعتلي العسكر انتاعك هذا اليومين اللي فاتوا ذهبت قافلة كبيرة جدا انتاع مازوت وانتاع كيروزان انتاعي سانس من الجزائر دخلت إلى مالي لتغذية جنود فرنسا وجنود الأمم المتحدة هناك يسمون جنود الأمم المتحدة هناك كميات ضخمة ربما ربما نقدر نعطي لكم الصور المرة القادمة ربما نشوف اذا المصادر انتاعي هذا لا يضرهم يعني ربما قافلة طويلة الصورة أنا شفتها راي موجودة عندي قافلة طويلة مليستان كيروزان للطائرات مازوت وايسانس المرة الجاية القوافل اللي تروح ما تروح الشاه هكذا تع سلعة تروح انتاع جنود وضباط وقوات خاصة ومخابرات شفتوا وراه لونجوش شفتوا وراه الرهان شفتوا وراه الإشكال بالنسبة لهم ومنسبة لغدا لذلك بالنسبة لهم غدا هو ضرب هذه الجمعة تكسيرها تخويف الناس وأنا نقول لكم يخويفونكم فقط لأن في النهاية ما هو ما هو الأبشح حاجة كم سيضعون في السجن عشرين ثلاثين ربعين خمسين مياه نفترض ووضعوا مياه تسيرينهم بالملايين اللي يخرجونهم بالملايين مياه هي قطرة في بحر نعم نحن يكون واحد يوضعون في السجن هو هذا هذه مشكلة هذا هذا واحد غاب على أسرته غاب على أولاده غاب على أمه غاب على باباه غاب على ما درسته على عمله طبعا فيه ثمن لكن مقابل الثمن اللي هو تحرير الجزائر والله كنت تكلم قبل قليل في قبل ما ندخل قبل قليل قبل ساعة ونص أو ساعتين ما هذا الأحرار أحد الأحرار يعني أمريض تعبان قلت له مهم جدا حافظ على صحتك قال لي والله ما عادت مهم عندي قال لي المهم عندي هو الغاية هو تحرير الجزائر قال لي حتى كن نموت ما هذا شيء قلت له لا مهم أنك تحفل صحتك أنسي ستيت عليه لقيته بصدق وبصراحة وبقوة بالنسبة له الغاية الكبرى هي تحرير الجزائر لأنه قال لي نحن في النهاية سنموت قلت له صحيح نحن نموت ولكن الإنسان يحافظ لأن كل ما حافظنا على هذا الأحرار أو واحدة من الحرائر كل ما كان ذلك دفع والمهم هو الثبات وهذا اللي أنا أتكلمكم فيه تخلي السجن دخله عدة مرات تقريبا قضى سنتين ما بين دخلين وأشهر ثم يخرج شهر والله يعود يعتقلوه أشهر يعود يخرج أشهر إلى آخره فالحمد لله كي أن هذا الثبات العميق فدون أن نقلل من أهمية أن يعتقل واحدة أو خمسين أو مئة كي يعتقلنا شخص واحد هذا يعتبر ظلم ويعتبر ذرع لكن هذا لا يؤثر في مجرى الحراك اللي هو بالملاي ناس دي خلينا ننقلو شوي نقول بمئات الألف مئات الألف لا يؤثر إذن فهو تخويف كل ما خوفوا واحد أو واحدة باش ما تخرش كل ما ربحوا ولذلك أنا أقول إخواني اللي يفصلهم التخويف أو يفصلهم التهديد أو بالعكس تراجعوا عدم خروجك غدا هو لعب بالبلاد البلاد رح ما صير هي يلعب في هذه الأسابيع وفي هذه الأشهر راه القاضية راه كريسيا الكريشل راه خطيرة لأن أي تراجع للحرك أي خوف أي نصنص إزيتاسيون ما نشعر كارثة إذا استطاعوا كسر الحراك أقرأوا على الجزائر يسين تتكسر البلاد ولو بعد حين تتكسر الدولة ولو بعد حين يتكسر الشعب ولو بعد حين يتكسر نهائيا مش كلام بسيط يعني ولذلك فمهم جدا هذا الحراك هو بعد الله سبحانه وتعالى أمل لكي لا تنهى مش فقط لقيام دولة الحرية والعدل والقانون لا لا حتى ما هو قائم لا ينهار هذه العصابة هاكم تشوفوا مش رانا في العهداء الخامسة رانا أبشع من العهداء الخامسة أبشع رانا يكملوا في العهداء الخامسة بطريقة أسوأ وأبشع زادوا غلقوا على الناس جزائريين أو في اليوم خبار قال لك ممكن يحلوا ممكن يحلوا الناس راه يتموت وماتت في الداخل وفي الخارج ما زال هم يتكلموا على ممكن يحلوا ما زال بش يوري لكلها قرارات اعتباطية عشوائية هكذا يقدر يدي للعشية قرار وغدو عكسه شارلي فات قرار وليوم عكسه هكذا معناش دولة معناش حكومة عصابات متناحرة متشاجرة متخاصمة موضوع السيارات كانت القضية فيه قاع بش ربراب وربع ولا خمسة من الجماعة يستيطروا على موضوع السيارات لما جماعة ربراب فشلوا وجماعة الأخرين هما اللي انتصروا عليهم نحاولهم أي تعلي أي تعلي فرحات وتغيرت السياسة حتى الحكومة هذه ربما أهم منصب هو هذا أي تعلي فرحات لنحاوه إذن إخواني الخروج غدا أكاد أقول مصيري أنا دائما أطلب من الناس الخروج وأحرض على الخروج وهذا دائما أقوله نحرض على الخير لوقف الشر نحرض على دولة مدنية لوقف دولة العبث العسكرية نعم لكن غدا هو واحد من أخطر الجمعات اللي راح لوجهتنا ورح توجهنا إذا تراجع الناس إذا خاف الناس راحين يديروا المنكر الكبير وما تقول شراني خرجت نهار وخلاص وانا نبطل راح كل واحد خرجع ويجيبوه راح يصران ناكمة السيسي في مصر مصر اليوم فيها أقل شي ستين ألف معتقل كثير من المصادر تقول أكثر من مئة ألف أقل شي مليون هربوا من مصر أقل شي عشرة آلاف قتلة في مصر كاللي قتل في الساحات العامة وكاللي بدأ القضاء ما يسمى بالقضاء يقتلهم ويصدر في آخرها هذا المجموع اللي قتلهم في رمضان بما فيهم شيخ عمره أكثر من ثمانين سنة إذن إياك وأنت تراجع لأن أي تراجع سيؤدي موش فقط إلى الإضرار بالوطن والبلاد والشعب والدولة وهذا خطير جدا ولكن أيضا بيك إذا يوما ما رفعت راسك ضد هذه العصابة